وأكدت ووعدت أن احنا كل الملاحظات اللي أثيرت على برنامج الحكومة هنكون إن شاء الله هنستوفيها في خلال الفترة الجاية بحيث قبل ما يكون موعد انعقاد الدورة الجديدة للبرلمان هنكون استوفينا كل الملاحظات وحنقدمها في خلال القريب العاجل جداً في أثناء حتى الأجازة الخاصة بالمجلس هنقدم للمجلس كل ما تم طلبه من برامج تفصيلية وخطة تنفيذية دقيقة يعني لهذا الموضوع وأيضاً الأجنتة التشريعية وكل ده الحقيقة يمكن كان أول نقاط حديثي مع مجلس الوزراء النهاردة في الاجتماع الإسبوعي طلبت من السادة الوزراء كلهم فيما يخصه يقدم برنامج تفصيلي كامل لبرنامج الحكومة بخطط بتبقى إن شاء الله هتكون فيه متابعة احنا تعهدنا أن بنقدم تقرير نصف سنوي لمجلس النواب ولكن احنا على مستوى مجلس الوزراء هيكون هناك متابعة شهرية للإنجازات اللي بتتم فيه كل وزارة علشان نبقى قادرين إن شاء الله على المتابعة بحيث لو حصل أي نوع من الانحراف نكون قادرين على يعني تعديله أو تصويبه بأسرع وقت ممكن لأسرع وقت ممز دائما وأسرع فقط enchاليا أحنا التكلم في منقاء